امو السيدة مؤياد السيدة مؤياد تفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة اسأل سؤال. تفضلي. اه لا بصش انا كان في مشكلة بيني وبينجوزي. امم. مشكلة جامدة قوي. واتخنينا مع بعض اخناقة جامدة. وانا سبت البيت ومشيت من اول يوم العين. ووزي شلف علي بالطلاق. قال لي انت طالق. طيب. سبت البيت ليه? عشان حصل مشاكل جامدة قوي. يعني انا لما يحصل مشاكل جامدة قوي. اسيب بيتي اللي فيه عيالي. ثلاث مشاكل وكده يعني. فبس فانا سبت. يعني كان فيه خطر عليكي? او كان فيه خطر علي او. يعني ضربك مثلا ولا ايه? يعني ايه فيه خطر عليكي? يا مؤياد. مؤياد سمعاني? هو انا اعدى في بيت عيالي. او معلش يا مؤياد يبدو ان انت محتاجة بس توطي التلفزيون شوية وتسمعين من التلفون لو تكرمت. اه هو كان فيه مشاكل انا اعدى انا اعدى في بيت عيلة وحصل مشاكل جامدة او ما بيننا وما بينهم. اه. وهو وانا مشيت وسبت البيت. اه. فهو حلف اما رحت عند بيت اهلي في حلف. يعني خليني انا ابوك يا مؤياد. انا ابوك واسمعيني لو سمحت. اه. حضرتك سبت البيت عشان تعرفوهم مكانتك وانتي قد ايه عزيزة وكده? لا هما هما طلقوا علي كلام محش. طيب. فانتي سبت البيت لعشان اه يعني تحافظ على سمعتك. اه. وتحافظ على شرفك وعرضك انهم حدش تكلم فيه. طيب وبعدين. اه هو صدقهم وحلف علي بالطلق. فقال لي انا هرجعك تاني ورجعني. وانا رجعت ولسه الغد الوقت احنا ما مرشناش في اي حتة. مرحتوش اي حتة ازاي عند? يعني هو احنا مرشناش ليش اخوة لا اي حاجة. فهو قال لي انتي طالق. كده وانا بقى ايه بقى ايه بقى ايه. تسأليني ايه حكم الحكاية دي? صح? او ايه حكم الحكاية ديت اي وقت. ماشي يا مؤياد. بس يا مؤياد. عشان بس ان نبقى واطحين. اي حاجة ليها علاقة بالطلق بس انا اكلمك عن حاجة وبعدين اقولك نصيحة. اي حاجة ليها علاقة بالطلق لازم الزوج يكون موجود. عشان احنا بنتحقق من الزوج. وما ينفعش يا سادة. بكرر الكلام ده. محدش يفتي في مسألة الطلق للمرأة فقط. لازم يكون الزوج موجود لان الزوج هو صاحب اللفظ. لان الزوج هو المطلق. فلازم نسمع من الزوج ونتحقق منه ونسأله اسئلة كتيرة متعلقة بالزوج. فانا مش عادر اقولك اذا كان الرجوع اللي هو رجع اقولك ده صح ولا غلط لان انا لازم اسمع منه. طيب ادي اول حاجة. الحاجة تانية. المسألة دي محتاجة تدخل. لان فكرة ان زوجك صدق حد وهو بيطعن في عرضك. بعدين تروح راجعة تاني. للمسألة محتاجة ادارة. عشان ما يفضلش ان الناس بيتعاملوا مع بعض. على هذا الاساس. فلازم حد يخليه الثقة مرة تانية ترجع لكم. فانتم محتاجين متخصص. اكيد ان انتم محتاجين متخصص. وهذه الفكرة. مش فكرة بيعملها اه فكرة رفاهية. بيعملها الاغنية بس. لا احنا محتاجين نعمل كده. واذا ما كانش الكلام ده موجود لازم تروحوا المتخصصين. ازا ما كانش تفضلوا على مركز الرشاة الزوجة بدر الافتاة المصرية. لان انتم متحتاجين تدخل في الحوالي زي دي. في مسألة التعافي من هذه المسألة. محتاجة تدخل. محتاجة برنامج. عشان نرجع تاني. ونتخلص من هذه الازمة التي حدثت بيننا.